بسم الله الرحمن الرحيم كنا نحكي في المحاضر الماضي عن statements والconnectives وشفنا خمس أشكال من الconnectives طبعا لغاية الآن كل الإثباتات والبراهين اللي بنعملها كلها باستخدام شيء اسمه truth table مستقبلا رح يكون عندنا طرق أخرى للبرهان وهاي الطرق الأخرى بتعتمد على قوانين مرت معنا سابقا لذلك رح نبدأ اليوم ببعض القوانين اللي هدف منها هو استخدامها في طرق أخرى للبرهان طبعا هاي القوانين رح نستخدم لها اختصارات فيجب أنك تكون كل قانون منهم حافظ شو الإختصار تبعه وشو بنسمي هذا القانون حتى لما بتستخدمه في براهين لاحقا تبرر استخدامك بكتابة القانون اللي استخدمته رح نشوف الآن نظرية الأولى إذا كان عندنا P and Q B Any Two statements Then في عندنا أول شيء قانون اسمه Law Of Addition وبنختصره ب A D D من كلمة Addition إيش هذا القانون اللي اسمه Law of Addition بيحكي بيحكي P Implies P R Q P Implies P R Q في عندنا قانون ثاني اسمه Laws of Simplification قوانين اسمهم Simplification ودور بنختصرهم بS I and P من كلمة Simplification إيش هذا القانون اللي اسمهم Simplification بيحكي P and Q Implies P و و P and Q كذلك implies Q هدول قانونين اسمهم Law of Simplification في عندنا قانون disjunctive Syllogism Syllogism Disjunctive Syllogism و بنختصروا بي DS وإيش هذا القانون بيحكي P or Q and not P implies EQ disjunctive Syllogism طبعا بالعربي معناها القياس المنطقي بس بهمناش شو معناها مهم معناها الرياضي هذا القانون إيش بيعني إنه P or Q and not P implies Q يعني مستقبلا ب طرق المرهان اللي رح نستخدمها إذا طريت تستخدم مثل هيق قانون ظهر عندك مثلا هذا الكلام مباشرة بتكتب إنه هذا الحكي implies EQ باستخدام إيش قانون اللي اسمه disjunctive Syllogism بس بالبداية كيد بنا نثبت هدول القوانين وإثباتهم أكيد باستخدام لتروث تيبل لأنه لغاية الآن ما عنا أسلوب للبرهان إلا لتروث تيبل لو بنا نثبت أول شي إنه P implies P or Q إذا بنرجع نتذكر في محاضرة الماضي كيف بنثبت الامبليكيشن حكينا بنستمدل هذا الامبليكيشن بالكونديشنال اللي هو if then وبنبين إنه الستيتمنت كلها بتكون توتولوجي استبدل هذا الامبليكيشن بالكونديشنال وبنثبت إنه الستيتمنت كلها بتصير توتولوجي هذا إثبات أي امبليكيشن هذا الامبليكيشن ده بتثبته بتستبدله بالكونديشنال وبتثبت إنه الستيتمنت كلها بتصير توتولوجي توتولوجي يعني كل التروث فاليوز إلها يكون ترو فنحاول نثبت هذا الحكي استبدل هاي بالامبليكيشن ونثبت إنها توتولوجي هذا التروث تابل عنا توتستيتمنت P وQ احتمالات ال-P و-Q True 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 False False True False False نحتاج عنا P or Q كنا سابقا ال-or دائما true إلا إذا الثنتين كانوا false يعني true or true هي true true or false true false or true true false or false هي false استبدل الآن هذا ال-implication بال-conditional نصير هيك الشكل ونشوف شو التروث values إلها هاي statement وهاي statement أخرى يعني رح نتعمل مع ال-P الآن وال-P or Q واللي بينهم الرابط وال-conditional وهذا ال-conditional حكينا دائما بيكون true إلا إذا كانت الأولى true والثاني false يعني هاي الأولى true والثاني true هذا بتكون true الأولى true والثاني true هذا كمان true الأولى false والثاني true كذلك true الأولى false والثاني false كمان هذا true ما في عندنا حالة تكون الأولى true والثانية false حتى يطلع هذا false لاحظ كل truth values لهذا المقدار طلع true يعني هذه statement tutology ما دامت هذه tutology بتصير implication فبتكتب تحت هذا الجدول since madame ال statement i is a tutology then p implies p or q فهيك بنكون أثبتنا أول قانون اللي اسمه addition قانون الثاني قانون simplification لك تثبت هذا الكلام حتى تثبته زي ما حكينا منستبدل هذا implication بال conditional ونشوف انه هاي كلها تصبح tutology كمان في عنا two statements p و q وهذا الخيارات لل p و q لحا فعلنا p and q وال and فقط true لما الثنتين بيكونوا true بس اذا واحد true والثاني false هي false والثاني true false والثنتين false كمان false فقط true في حال ما يكونوا ثنتين true نستبدل هذا implication بالconditional بيصير p and q أو f p and q then p فقط هذا الكلام بس بدل implication صار الconditional هاي الاقواس كمان اذا بدك ما الهاش لزوم طيب هذا الان conditional واقع بين هاي الستيتمن وهاي يعني الاول هو p and q هذا الاول وهذا الثاني هذا دايما true الا اذا كان الاول true والثاني false هذا الاول true والثاني true فهذا true الاول false والثاني true true الاول false والثاني false true اول false ثاني false كمان true لاحظ ما تخربط بينهم يعني الان جيت اعتبرت هذا الاول سردولي هاي true هاي false ما تخربط لازم تكون false هذا اللي اسم الاول p and q فلاحظ كل القيم هي توتولوجي نفس الكلام since f p and q then p is a توتولوجي then 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 if e implies 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 p بالنسبة له هاي الثانية نفس الحكي بس سورة بتحط بدل p q ولما تحط بدل p q هاي بتصير الثاني بصير هذا الاول والثاني هو q تصير هذه true الاولى والثاني true true هاي فولس الثاني فولس true فولس true true فولس فولس true بيظل كمان هي توتولوجي فهي implication بالنسبة الى رقم c بعد رقم c الان كمان عنا two statements p q true 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 فولس فولس true فولس فولس ايش في عنا هون في not p واذا بدك تكتب هاي بالاول كمان بيصير ها في مشكلة بالترتيب not p يعني بدكتين في p true سير ها di false true false false not p بيصير true والfalse true في عنا p or q or huwa بين p والq والor دائما true true or true هيا true true or false true false false or true هي true false or false هذي الفولس الوحيد اللي بدك لانه في عنا الان p or q and not p هذا الاند بين p or q و not p هدول و والاند هاي فقط true في حالة ما يكونوا الثنتين true اما اذا واحدة منهم true ثاني false الاند false true and false false true and true true false and true false نبدل الان هذا الامplication بالconditional سعنا p and هذا الكلام وهذا بدلنا الامplication بالconditional وهذا q هذا الرابط الان بين هذا الستيتمنت الهي وال q يعني رح نركز عليهم الان هذا الستيتمنت والq وهذا الرابط الconditional اللي بينهم زي ما حكينا دائما true الا في حالة يكون الاول true والثاني false لاحظ هذا الاول false والثاني true فهي true هذا الاول false والثاني false فهي true الاول true والثاني true فكمان هي true الاول false والثاني false فكمان true ما عندنا false هون الفالس لازم تكون هاي تكون true بس الثاني تكون false حتى يطلع هذا الكلام false فكل القيم هذا الاستيتمنت true يعني هي توتولوجي فما دامت هي توتولوجي فهي implication since F P or Q and not P then Q is a tautology then P or Q P or Q and not P implies implies Q ايج بنكون اثبتنا هالنظرية او الثلاث قوانين هاللي موجودات موجودات عنا هون شوف الان كمان نظرية اخرى كمان فيها قوانين رح نستخدمهم مستقبلا في طريقة اخرى للاثبات let P and Q be any two statements then في عنا قانون اسمه law of double negation law of double negation وهذا بنختصره ب dn من كلمة double negation ايش هذا القانون اللي اسمه double negation يحكي not 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 be equivalent to P not not be equivalent to P ايش يعني statement equivalent لstatement اخرى يعني هال two statements اللهم نفس truth values l-equivalent حكينا احنا بطريقتين بامكان نثبته لانه هذا رمز وفي رمز كان عنا زي هيك كمان وحكينا هالرمزين هدول متكافئين وصار عنا اسلوبين ليثبت الاكويلانت اي statement حتى تكون equivalent لstatement ثانية اما بتبين انه هال two statements لهم نفس لل truth values او بتستخدم هذا الرمز بتكتب بداله if and only if او by conditional وبتبين هال statement لما تستبدل هاي if and only if انها كلها totology في قانون ثاني اسمه commutative law هم قانونين ونختصرهم ب com من كلمة commutative وال commutative law يحكي p and q equivalent q and p و p or q equivalent q or p commutative قانون قانون التبديل يعني بدلت مواقع p و q بيضل لهم نفس truth values مواقع في عنا قوانين اسمهم law of idempotency law 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 of idempotency نختصرها بيحكي نشوف إثبات لهذه القوانين اللي عنا وبنرجع نأكد هاي القوانين بتحفظهم يعني لما بدك تستخدم والله أنه نفي نفي الستيتمنت هو اكوفيلانت للستيتمنت أكيد لما بتستخدم هذا الشيء بدك تكتب أنه أنا استخدمت قانوني اللي اسمه دابل نيجيشن لما بتستخدم مثلا بدل ما عندك بي أند كيو تحط بدالها كيو أند بي بتكتب أني استخدمت أنا الكوميوتاتيف لو وهكذا شوف إثبات لهذه الأشياء مثلا بنا نثبت law of double negation هون نلاحظ ما عندنا الشيء لستيتمنت واحدة بي ستيتمت بي خياراتها إما true أو false في عنا كمان not be not be نفي البي إذا البي true not be here false إذا البي false not be here true الآن not not be بدك تنفي النطبي تنفي هاي يعني فإذا الـ not be كانت false not not be بتصير true وإذا الـ not be true هاي بتصير false وبإمكانك تكتفي الآن بالبرهان وتنتبه هنو not not be will be إلهم نفس للtruth values لذلك بيكونوا equivalent إذا بدك تكمل حل على الأسلوب الآخر للبرهان بتستبدل هذا الرمز بالby conditional يعني بتكتب هاي نفسها بس حط إيش by conditional هاي خلينا بكتبها not not be وهذا if and only f p الآن لما يكون عندك if and only if أو by conditional بين two statements متى هذا بيكون true ومتى بيكون false إذا بترجع لمحارتنا السابقة عكينا هذا بيكون true لما الثنتين بيكونوا true أو الثنتين يكونوا false بس إذا واحد true الثاني false أو هاي false وهاي true بيكون كل هذا الستيتمنت false لاحظ هذول الثنتين هاي وهاي إذا الثنتين كانوا true فهم true وإذا الثنتين كانوا false فهي كمان true الآن إذا اكتفيت أنت وانت حر بأي أسلوب بدك تتبعه لإثبات الإكوفلنت إذا اكتفيت لغاية الآن هيك فقط بهذا الكلام بتكتب تحت الجدول since not not be and have the same truth values then هذا الحقي إكوفلنت لهذا الكلام وذا كملت هيك بتكتب تحت هذا الجدول since هذا الكلام is a tautology then هذا الحقي إكوفلنت لهذا راضح؟ بعيد مرة ثانية إذا اكتفيت بالبرهان لهون بتكتب بعد هذا الجدول since not not be and be have the same truth values then not not be equivalent to be وذا كملت بهذا الكلام هيك بتحكي since not not be if add only if be is a tautology then not not be equivalent to be راضح جمعا بالنسبة للرقام P باته مش الصعوبة بدك تعمل جدول بس يكون عندك P و Q زي هيك وتوجد هاي شو P and Q بتكون true لما ثنتين true و false إذا واحد false والثاني true أو ثنتين false وهاي شو بدك تكون لما توجدها نفسها يعني ما رح يختلف إنه بديت بال Q أو بديت بال P فرح يطلعوا هالمقدارين إلهم نفس ل truth values ما دام إلهم نفس truth values فبيكونوا equivalent نفس الكلام بالنسبة لل or item potency مثلا نشوف كمان هذه سهلة ما فيها أي شي إذن رقم B بسيط جدا ما فيها أي مشكلة بالنسبة لرقم C مثلا كمان ننتبهه إنه مع الناشئ إلا statement وحده P اعتمالاتها إما true أو false فيه كمان P والP إما true أو false إذا هاي الP true وكيد هاي الثاني true هاي false هاي false في عنا P and P true and true هي true false and false هي false كانك تكتفل الآن بالحال لو تحكي مادام P and P والP إلهم نفس truth values my sense P and P and P هاي الstatement وهي الstatement وهي الstatement وهي الstatement true or true هي true وfalse or false هي false فبيكون ال-P or P وال-P اللهم نفس ل-truth values لذلك بيكونوا equivalent بالنسبة لرقم D بأنه أتذكر أنه أثبتنا سابقا بس هاي كمان مرة عنا two statements P و Q جماراتهم true 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 false false true false false عنا كمان not P و not Q not P ل-true false false true كمان false false true وال-false true not Q تنفي ل-true تصير false false true true false وال-false true true ايش كمان عنا F P then Q هذا الرابط ال-conditional هو بين ال-P وال-Q وهذا دائما true بس بس الأول اسم ناطي كيو والثاني اسم ناطبي هذا الأول وهذا الثاني إذا الأول false والثاني false فهذا true الأول true والثاني false هو false الأول false والثاني true هي true الأول true والثاني true هي true الآن كانك تكتفي بهذا البلغان وتيجي تحكي ما دام هادول إلهم نفس لtruth values I sense fp then q and f not q then not p have the same truth values then fp then q equivalent to f not q then not p واضح جماعا خطينا هاي l-p هاي l-q هاي l-q هاي not p not q هاي fp then q هاي f not q then not p هاي إلهم هدول نفس نفس لتروث values لذلك بيكونوا equivalent أو بإمكانك تكمل هون وتستبدل هذا ال-equivalent بال-by-conditional تحط هذا ال-if and only if ولما تكمل تكتب ال-by-conditional لجم يطلعوا هدول كله مترو وبتكتب بدل هذا الكلام since هذا الحكي مع ال-by-conditional is a-totology فهو بيكون equivalent هيك بنكون كملنا برهان هالنظرية هاللي موجودة عنا هيك صار عنا عدد من القوانين نذكر ايش القوانين اللي كانوا عنا في عنا قانون سمينا law of addition اللي هو p implies p or q في قانون اسمه simplification p and q implies p p and q implies q الاثنين هدول اي واحد منهم اسمه simplification فهو عنا قانون اسمه disjunctive syllogism يحكي p or q and not p implies q هدول اللحظ implication والimplication يثباتوا بأنك ما فيه الى اسلوب واحد استبدال هذا الimplication بالconditional ويثباتوا الستيتمنت مع الconditional هي tutology فيه كمان قوانين قانون سمينا double negation اللي هو نفي نفي الستيتمنت equivalent الان مش ماش implies commutative low p and q equivalent to q and p وقانون اسمه idempotency p and p equivalent to p p or p equivalent to p وقانون اسمه هذا contra positive low contra positive low اثبتنا هاي القوانين وهاي القوانين بتستغل وقتك يا جماعة وبتحفظهم وبتحفظ اختصارهم يعني مستقبلا لما بتثبت باسلوب آخر رح نتعلمه مستقبلا بعد ما نكمل هذا القوانين كل خطوة بدك تعملها في البرهان لازم تكتب السبب يعني رح تكون علامتك موزعة جزء على كتابة خطوة الحل وجزء على تبرير السبب وهيك بننهي محاضرتنا لهذا اليوم وابنلتق ان شاء الله في محاضرة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة